لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد لذلك ان الرئيس لم يحقق شيئا من الوعود حتى الدستور محضر له والدستور كتبه انت عموا تفليق وقلناها كم من مرة الذي تحقق يا جماعة على ما درعان ان السلطة والتي الرجل الفاعل فيها في هذه المرحلة هو الفريق سعيد شنقريحة قاموا على ما درعان بتفكيك ما سر جيد صالح هذا هو لذلك لم يحققوا على المستوى السياسي والاجتماعي أي شيء الجزائر الآن تعاني من الفقر تعاني من كثير من الأمور جائحة كورونا أنهكت الناس والسلطة لم تقدم شيئا الحكومة تتغنى بالشعرات وحتى لذلك لما شفنا التلفزيون الجزائري لما بدأ يتحدث على إنجازات تبون على مدارعان لم يجد إلا الشعر والأدبيات فقدتوا الكلمات والشعارات والكلمات الفضفاضة اللي لا وجود لها في أرض الواقع الجزائريون يصخرون منها في مواقع التواصل الاجتماعي لكن لا يستطيع أن يتحدث عن إنجازات لحتى حققتها المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية ما زالت السلطة بين أيديهم المؤسسة العسكرية عادت رسم المرحلة وفق ما يراد ليس كما تريدها العصابة وليس على الطريقة المناهضة للعصابة بل بطريقة وسطية بينهما ما استغنوا ما جوعوا الذين ما بكوا الرائع هذه اللي عملوها على مدار عام لذلك على مدار عام لم يتحقق شيء حتى الاستفتاء لا يعتبر إنجاز لو أن الرئيس دير دستور وفوط عليه الأغلبية الجزائريين والأكثرية الساحقة والأغلبية الساحقة هي اللي قالت نعم سنعتبره إنجاز الدستور مش إنجاز الانتخابات اللي ريحلها وقالوا الانتخابات مش إنجاز القرارات التي اتخذت مش إنجاز التغييرات في المناصب كذا لم تحدث البرلمان ما زال برلمان بوتفليقة مجلس الأمة ما زال مجلس بوتفليقة الدستور اللي جاء دستور بوتفليقة وين هو الإنجاز اللي تحقق ما الذي تحقق للحركة الشعبية؟ الحركة الشعبية تحقق له شيء واحد هي العهدة الخامسة راح سعيد بوتفليقة ولكن راح تشكلت طريقة أخرى الرئيس كان عاجز وغائب عن المشهد السياسي حتى تبون عنده الآن راه في الشهر الثالث هو غائب عن ممارسة مهام ما زالت ممارسة مهامه من خلال أخباره أرسله وبعثه وقرره وكذا 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 حتى قالوا بأنه آمر الحكومة السؤال كيف آمر؟ هل اتصل بهم؟ هل تكلم مع رئيس الحكومة؟ للحظة هذه اليوم في الذكرى الأولى لوفاة القيد صالح لم نشاهد مسؤول واحد صور مع تبون زارو وصور معه لم يظهر الرئيس منذ ظهوره يوم 13 وعشرة أيام اليوم ما عودش ظهر مرة ثانية آخر بيان أصدرت رئاس الجمهورية كان يوم 30 نوفمبر عندما قالت سيعود في الأيام القادمة من 30 نوفمبر إلى اليوم رانا خريب 25 يوم لم يرجع الرئيس ولا ظهر مع دلمرة الوحيدة التي ظهر في ذلك الخطاب لزاد عقد الأمور أكثر من محله أيضا إخواني الكرام حوصلة للأمر أقول بأنه العام من حكم تبون في الرئاسة أو من وصول تبون للرئاسة ومن رحيل القيد صالح الذي تم إنجازه هو العمل على تفكيك مشروع القيد صالح العمل على تفكيك الحراك الشعبي حتى لا يتهيكل في أي شيء وتركه مجرد الرد حراك على شبكات التواصل الاجتماعي على أرض الواقع مش موجود لعدة أسباب هناك اليأس هناك الخوف هناك جائحة كورونا هناك كثير من الأسباب هناك عدم وضوح الرؤية هناك الصدمة التي صدم بها الكثيرون مجراء ما حدث على مدار هذا العام ما الذي حدث ما زلنا مع شنجريحة في رحلة تفكيك إلى تركة القيد صالح فقط وهذا بالنسبة لنا لا يعتبر إنجاز كان من المفروض أن يتم إكمال الطريق وفق تلك الرؤية وذلك المسار الذي أيدناه فيه بلا أدنى شك فيه بعض الأخطاء فيه كثير من الأمور التي لدينا عليها بعض التحفظات وهناك التي لدينا عليها تحفظات كاملة كان من المفروض أن يتم تصحيحها فقد ولد المسار في ظروف معينة غير هذه الظروف والظروف تتغير ويجب أن المسار يتماهى مع ما تفرزه المرحلة من تحولات ولكن للأسف الشديد الذي حدث هو أن المسار توقف في نقطة معينة وبدأ يجتر ما أفرزه من من معطيات وشنجريحة واصل رحلة تفكيك تركة القيد صالح فقط وهذه الإشكالية التي وصلنا إليها الآن نحن في نهاية السنة وفي الذكرى الأولى تبون لم يحتفل مع الجزائريين بعام من وصوله للسلطة احتفل التلفزيون على طريقته الخاصة لم يحذر ذكرى وفاة القيد صالح الذي كان رمز لتلك المرحلة التي أوصلته إلى السلطة لم يدشن المسجد الذي حلم أبو تفلقة بتنشينه وحلم هو أيضا أن يدشنه لم يدشنه لم يصلي صلاة عيد لم يصلي صلاة جمعة المساجد أغلقت لم يذهب خلاف خرج مرة الألمانيا وخرج مرة إلى السعودية وعاود أرجاع الألمانيا كمريد على مستوى ليبيا على المستوى الخارجي لم يحقق أي تطور أطلق وعود وأطلق أشياء ثم تراجع مغرب حقق نال اعتراف للأمريكا هي القوة العظمة واعتراف أحادي من طرف إدارة ترامب بسيادة أو ما تسمى سيادة المغرب على الصحراء الغربية حقيقة على مستوى مجلس الأمن خمس دول رافض هذا الموقف الأحادي لأنها بالنسبة إليها تساعد وتدعم وتؤيد المسار الأممي في القضية الصحراوية المنبني على تقرير المصير هذا الإنجاز لم تحققه الجزائر ولا حققته عدالة القضية وحققته الجزائر في مراحل سابقة الآن على المستوى الدبلوماسي في قضية الصحراء الغربية الجزائر تحقق بعض الإنجازات ليس من دبلوماسيتها الحالية بل بسبب دبلوماسية تواري بوميديون وتلك المراحل التي مضت أما الآن لم تحقق شيئا على المستوى الدبلوماسي ولا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الأمني ولا أي شيء الوضع ما زال متوقف في مكانه للأسف الشديد لأن السلطة والفعلية والسستام والنظام أراد تفكيك وحد الخرم عمل القيد صالح في هامنظمة الحكم فبقوا الآن في مرحلة على مدار عام وهم يتخلصون من هذه التركة ويغلقون هذا النفق الذي أحدثه القيد صالح والذي استعاد النظام بسببه بعض الثقة أو ثقة كبيرة لدى الجزائريين ولكن للأسف الشديد العسكر يفكرون بطريقة دائما للأسف الشديد سلبية بسبب أنهم غير مؤهلين سياسيا وإن كانوا مؤهلين عسكريا وحتى عسكريا هناك الكثير من النقاط السوداء الموجودة في نصاعب تلك البيار الذي تتميز به المؤسسة العسكرية بصفتها أهم مؤسسة في الدولة الجزائرية والتي يجب أن تحافظ على أهميتها ودورها الدستوري بعيدا عن ملاعب السياسة القذرة التي تسيء لقادتها وتسيء لثكناتها وتسيء لأهميتها وتخلق الشرق بينها وبين الجماهير الشعبية في ظل عالم مفتوح على كل الإحتمالات وفي ظل عالم تحول أيضا إلى قرية صغيرة وكل فرد عبارة عن قناة فضائية متحركة من خلال جوال صغير بين يدنا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر